مساء الخير الآن رح أشرح لكم طريقة الدخول إلى برمجية سوي أول شيء بدخل على جوجل بحط مايكروسوف 365 بدخل عليها بعمل دخول هلأ أنا لأنه مخزني الباسورد فرح يطلع إلي على السريع الآن هيك هي برح تطلع فالآن بضغط هنا على هاي المربعات لجنب شعار جامعة مؤتى أوكي بضغط بطلعوا إلى التطبيقات الآن سوي موجودة إذا ما لقيتوه هنا اضغطوا كل التطبيقات بتبين فأنا ظهرت أمامي بضغط عليها هلأ رح يظهر لي هايك الشكل هلأ أنت رح يظهر إلكوا شوفوا أنا هون عام لي ملفات لأنه دربتوا الطلاب اليوم هلأ رح يطلع إلكوا أنتوا فاضي هلأ بدك تعمل صفحة جديدة إيش بعمل صفحة سوي جديدة فارغة بضغط عليها أوكي هاي فتحت الآن رح يظهر إلي زي هيك أوكي في عندي شريط قصصي تصميم وفي عندي هون بعض الخيارات أنا الآن بدي أبدأ أسمي ملف سوي أول شي أنا بفضل تسميه باسمك الشخصي مثلا هون ببدأ أكتب ملف إنجاز محمد طالب محمد محمد الاسم العيلة هلأ أنا عملته هلأ أنا ممكن أعمله تعديلات الخط إنه أخليه بولد عريض أو ظاهر تمام أوكي بعدين فيه هون شايفين هون هون ممكن تضيف صورة أنا بفضل الصورة الشخصية هلأ طبعا أنت ممكن تحملها هي موجودة هون ممكن فيه صور جاهزة صور خلفيات وهيك ممكن تحمل أنت صورة من هون بتكون موجودة من عند الدسكتوب من عندك أوكي موجودة يمكن عندك على التليفون على لاتوب أو على التليفون هلأ مثلا أنا بدي أحط صورة أي صورة هيك على السريع بس عشان أفرجي كل هون أوكي مثلا حطينا هاي أي شي أنا هيك ما استسليك أوكي بنعمل إيش هون شايفين إضافة هلأ نزلت الصورة هون تمام الآن أنا هيك الملف كعنوان جاهز بس لسه كمحتوى لسه ما في شي هلأ بدي أضيف محتوى هلأ أنتوا عندكوا ثلاث جلسات أم وان أم تو أم ثري بفضل اسميهم بمسمياتهم مثلا بنعمل جديد هون فرح أعمل إيش عنوان بدي أدرج المحتوى الجديد أوكي إيش بكتب بكتب مثلا أم وان ما بسموه البدكويا أوكي ونعملها إبراز بظللها وبعمل إلها إبراز إذا بدك إذا بدكوا تضيفوا لها صورة معينة هون أنتوا حرين هلأ عملنا لها أوكي طيب الآن بعد ما عملنا هنا أم وان عملنا عنوانها الآن بدي أدخل فيها محتوياتي شو محتوياتي؟ قد أدخل فيها نص أو وسائط أو طبعا النص مثل إيش؟ صورة عرض متسلسل ممكن أضغط على وسائط شايفين هنا الوسائط؟ في عندي صورة أو فيديو أو صوت أو تضمين أو تحميل شيء من الدسكتوب من ملفاتك في عندي هنا كمان خيار مجموعة طبعا هنا نيجي نحكي خيارات متقدمة ما بتهمني أوكي؟ أنا بهمني عند النص والوسائط أضيف صورة أضيف مرفقات مثل ملفات PDF Word إذا عاملين سكان لشيء معين وببدأ إيش؟ أرفق مثلا هنا بالوسائط مثلا بدي أضمن مثلا بدي أحمل شيء من ملفي من عفوا اللابتوب هاي بنزل هنا وبختار البدية مثلا هنا مثلا نزلنا هاي هلا أين؟ هاي ها عمال بيضيف فيها أوكي طبعا هو رح شوي تحملوا إنه بيأخذ وقت مرات أوكي هاي هنا طلعوا طبعا أخذها هون كعنوان أخذها كمحتوى هايها موجودة هنا أوكي هايها موجودة هنا بعدين كل مرة بضيف شغلة جديدة هلا هون خلاص طفت البدية بنزل شوي هون خلاص الآن بدي أضيف شيء جديد ممكن أضيف شيء جديد بخص السيشن أو بننتقل على محتوى جديد برجع هلا إذا بدك تضيف وصائط برضو بترجع تحط صور عن التسلسل وهكذا أنا بفضل تضعوهن بملف وتحملوا مباشرة الآن بدي أحط أمتو باجي معمل نص بعدين بختار عنوانه وبحط اسمه أمتو مثلا هلا أي شيء أي شيء بخص الأمتو من من صور من فيديوهات من لينكات أي شيء حابين تضيفوا من شغلكو بالجروبز أحملوهن هنا تمام وبعدين ترجعوا تعملوا لأمتو يعني أي شيء بخص المايكرو تيتشن سيب ون الملفات التغذية الراجعة النماذج اللي كنتوا تعبوها حتى التوتوريال اللي إحنا الفيدباك نبعثه لكم النموذج الفيدباك ومشي الارتكيل نفسهم بتحملوا عليهم أوكي أي شهادات حصلتوا عليهم مثلا في طلاب كانوا يحضروا في أكاديمية الملكرانية أونلاين فأخذوا شهادات ممكن يضمنوها فيها أوكي بس أخلص الآن أنا خلص جاء هنا ممكن أنا أيش أعمل إليه تصميم هلا بالتصميم أنه أنت طلع هون كيف الألوان وهيك هلا أنت هذا يعني أنتو حرين بطريقة التصميم أنا يعني بفرجات كل محتوى التصميم أنتو على مهل تشتغلوا عليه هلا أنا برجع الشريط القصصي فيه عندي هون أنا ملفي جاهز ممكن أنا أشغله أشغله عشان أشوف كيف بيظهر عندي الآخرين فتطلع هو بيظهر زي هيك وبعمل هون فيه عندي أموان طبعا وهي طريقة تعرضه أوكي بدي أطلع منها خلص أنا ما بدي أشوفه أنا بضغط على سكي من عندي عرفته وبحط أنا طلعت هلا بدك تبعث لي أنا كمدرس عشان أشيك عليه وأعطيك العلامة شو بعمل فيه عندي هون مشاركة بضغط على مشاركة طلعوا للخيارات اللي هون الخيار الأول بدك تبعث له شخص محدد اللي هو المدرس أو شخص داخل أي جامعة موتة أي شخص في جامعة موتة بيفتح هذا الرابط أو أي شخص لديه الرابط يعني شخص داخل الجامعة أو برا الجامعة ممكن يشغل هذا الرابط تمام فأنا بفضل نختار الخيار الأول عشان ما أحد يشاركه فيه ما بعفره أنا يعتبر شغل خاص بعدين هلا الشخص اللي بيفتحه بقدر أنه يحرر فيه يعدل أبدا لا دير بالك ما حدا يحرر بس عرض بضغط على أنه عرض بعدين بأخذ copy اللينك هذا اللي بدي إياه بدي أبعثه لمدرسي بأخذ copy وين ببعثه بدخل على الواتساب وببعثه بفقود هنا أنا عندي واتساب مثلا هون شغال أوكي هنا بفتحه وبعمل إله جو الواتساب copy و paste لأي حدا إذا بدك أنت تبعث له إياه وأعطيكم العافية أعطيكم العافية